تألق للأبطال المغاربة على نظرائهم الصينيين في أطوار الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس في الكيك بوكسينغ بطنجة بطنجة شهدت تألق للجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الكيك بوكسينغ انتصارا بينا للأبطال المغاربة بحصيلة ثمان انتصارات مقابل فوزين فقط للأبطال الصينيين محمد أمين النوري وسعيد نجاح عشر نزالات جمعت ملاكمين مغاربة ممثلة من الأبطال العالميين من الصين قدموا أطباقا فرجوية أتتتها أسماء عالمية من ضمنهم جي توانغو آي وكيو جاليانغ وياسين بيطار وزكريا تيجاري واخارون في إحدى نزالات وزن 72 كيلوغرام إليس شاكي وبالنقاء يتفوق على الصيني وون سيهان النزالات كانت سجالا مالت حينا للأسماء الصينية وأحيانا كانت الغلبة للمناكمين المغاربة بالضربة القاضية هاو دينبينغ يفوز على محمد الزرق كنت سعيدا بخوض هذا النزال ضد ملاكم المغربي شيء الذي مكنني من التعرف على إمكانيات الملاكمين المغاربة وكانت أيضا فرصة للاحتكاك بهذه المدرسة ذات الحضور المتميز الاتحاد الدولي بات بعين على تحويل هذه الجائزة كمحطة ختامية لسلسلة دولية إقصائية تجوب العالم بعد أن باتت هذه الجائزة اليوم بمكانة مهمة ببرنامج الاتحاد الدولي الحمد لله كيف يشوف اليوم الجمهور الكريم مستوى تقني يعني عالي جدا اللاعبين الصينيين قدموا واحد مستوى طيب كذلك الأبطال المغاربة اللي كان هناهم اليوم بلا انتصار الدولهم وكما كان جاليا النسخة الثانية عكست تطورا تقنيا ملحوظا لدى النخبة المغربية التي أبلت البلاء الحسن أمام أحد أعتد المدارس في رياضة الكيكبوكسين